سبوا ان احنا نرد ونقدر نرد على الناس دي وعندنا برامج كتير جدا ترد على الناس اللي بتحاول ان هي تشكك في النادي الاهلي خدوا بالحضراتكم من اللي بيحصل قبل كده بشكك في اللاعبين بعد مباراة الدحيل قالك ده انتو كسبتوا بالعافية وده انتو فرقة مش عارف ايه والدحيل ده اصله فرقة وحشة والدحيل ده فرقة كذا والدحيل ده فرقة كذا خلاص قبل مباراة الدحيل ده اعظم فريق في الدنيا الدحيل ده هيكسب مش عارف مين خلاص خلص الدحيل وكسبنا وصعدنا باللعب باير نميونيخ قالك يا عم ده انا لو بلعب كنت كسبت باير نميونيخ يا سيدي بس ما مش عايزين نرجع للكلام ده تاني قبل مباراة بالمارس اهو الناس كلها بتشكك او مش الناس كلها طبعا بعد ما اللي يشجع النادي الاهلي بيشككوا في قدرات مسيماني ويقول لك اصله مدرب كذا ومدرب كذا لأ كلام ده حضرتك لما هتقوله من المفترض واللي انا عارفه ومتأكد منه ان كل جمهور النادي الاهلي بيبص على الكلام بتاعك ده لو بيبص بيبص على الكلام ده ويقولي حاول الله يا رب احنا كجمهور النادي الاهلي لأ نعرف نحسب المدرب بتاعنا والمدير الفني بتاعنا احنا كجمهور النادي الاهلي نعرف نتكلم مع المدير الفني ازاي انا ما بشلش مدير فني كل يومين وبمشي مدير فني كل يومين مش النادي الاهلي اللي بيعمل هذا الامر مش النادي الأهلي النهاردة بالمناسبة شايف كل المواقع كتبة على الإحصاء اللي حصل إمبارح من موقع فوتبول داتا بيز إن النادي الأهلي في المركز 36 هناك أندية عربية في المركز 76 أو 67 وأندية عربية تانية يعني غير النادي الأهلي ولكن أقرب نادي مصري هو للنادي الأهلي هو نادي الزمالك نادي الزمالك أقرب نادي للنادي الأهلي هو نادي الزمالك في المركز 136 الناس دلوقتي كلها واخد الكلام ده المواقع يعني واخد الكلام ده وبتتكلم عنه احنا تكلمنا عن الكلام ده مبارح فخدوا بال حضراتكم من الحرب اللي دايرة اللي فيه بعض من جمهور النادي الأهلي مش واخد باله منها لأن جمهور النادي الأهلي اللي أنا عرفه معظمه معظمه أو كله عارفين كويس جدا جدا إن هناك حروب ضد النادي الأهلي حروب ضد اللاعبين وحروب ضد اللاعبين والجهاز الفني وحروب ضد مجلس الإدارة وحضراتكم عارفين التاريخ في التلات سنين اللي فاتوا كنا مع بعض على الشاشة فإن شاء الله نعدي هذه المباراة وإن شاء الله نشوف إيه اللي هيحصل بكرة وحنتكلم عنه بمنتهى الحيادية وبمنتهى القوة مع النادي الأهلي وفي ظهر النادي الأهلي في كل شيء ترجمة نانسي قنقر